بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطفالي وولاد الغليين عاملين إيه؟ يارب تكونوا بخير يلا بينا نكمل concept two part one starting and stopping الحركة والتوقف والنهاردة بإذن الله هنكمل شرح لسوم five activity twelve record evidence like a scientist ونقول بسم الله الرحمن الرحيم record evidence like a scientist يعني سجل دليلك كعالم يلا in this concept في هذا المفهوم you have learned a lot about the rule of balanced and unbalanced forces يعني حضرتك في هذا المفهوم لقد تعلمت الكثير عن دور كل من القوى المتوازنة والقوى الغير متوازنة in starting and stopping motion لإيه؟ للحركة والتوقف now, الآن try to think like a scientist دلوقتي بقى حاول إنك تفكر زي العلماء كده by writing your hypothesis إنك تكتب الفرضية بتاعتك your evidence, الدليل بتاعك and your scientific explanation وتفسيرك العلمي about one of the main points يعني عن واحدة من أهم النقاط of this concept through the four steps you have learned in the previous concepts يعني عن طريق طبعا الأربع خطوات اللي انت تعلمتهم في ال previous concepts اللي احنا تعلمناهم في المفاهيم السابقة يلا step number one وإحنا دائما متعودين in step number one بتكون ايه؟ the question وبيسألني سؤال بيقول how do forces act on different objects to make them start moving and stop moving يعني بيقول لي كيف القوى تؤثر على الأشياء المختلفة to make them لتجعلها start moving إن هي تبدأ الحركة بتاعتها and stop moving step number two اللي هي بتكون my hypothesis اللي هي الفرضية بتاعتي هجاوب اللي هي بتكون دائما بتكون إجابة للسؤال number one يلا أجاوب أقول to make an object start moving and stop moving لجعل شيء يبدأ حركته أو يتوقف you require a force أنت حضرتك محتاج قوة as زي ايه؟ a pushing or pulling force صحي الكلام ما احنا عارفين إن القوة على نوعين قوة دفع أو قوة سحب if these forces unbalanced object will move لو هذه القوة غير متوازنة اللي هي الشيء سوف يتحرك and if it balanced ولو القوة ديها كانت متوازنة the object will not move مش هيتحرك طيب ايه الدليل بتاعك على الكلام ده step three my evidence الدليل بتاعي a pole lying on the ground untouched كورة مستقرة على الأرض غير ملموسة من غير محد يلمسها doesn't move until someone pushes it طبعا الكورة ديت مش هتتحرك إلا إذا جيه شخص ودفعها برجله and needs pushing force against it to stop it وكمان هتحتاج حضرتك قوة دفع ولكن تكون مضادة لاتجاه هذه الكورة علشان توقفها a closed door untouched باب مقفول وغير ملموس مفيش حد بيلمسه doesn't move until someone pulls a handle with his hand to open it طبعا الباب عمره ما هيتحرك إلا إذا جيه الشخص وحط إيده على مقبض الباب وسحب هذا الباب علشان يفتحه طيب يلا قول لي step number four my scientific explanation هيبقى ازاي تفسير العلمي to make the pole start or stop moving علشان الكورة حضرتك تخليها تتحرك من نقطة ثباتها أو إن هي تقف من الحركة اللي هي فيها this require a force ده محتاج قوة هذه القوة ما بتكون pushing or pulling force هذه القوة هنحصل فيها إيه applying this force on the pole يعني تطبيق هذه القوة على الكورة require energy صح؟ لشانا لما يجي هطبق القوة بتاعتي على الكورة اللي أنا هشوتها أو أنا محتاج أوقفها علشان كده القوة دي بتحتاج إن هي تتحول إلى طاقة ويبقى the pole require energy so force transfers energy from your food to the pole ولذلك إن القوة هتنقل الطاقة من القدم بتاعك اللي هيشوته الكورة ليه الكورة ولذلك إيه اللي هيحصن and the force is the effect that it makes this energy has ability to do work أنا عارف إن القوة دي هيت هي عبارة عن التأثير اللي بيجعل الطاقة عندها القدرة إن هي تبذل شغل فتحرك لإيه؟ تحرك الكورة يبقى أول ما الكورة هتتحرك يبقى أنا كده بزلت شغل على هذه الكورة so the work done is equal to the amount of energy ولذلك إن الشغل المبزول هيساوي مقدار الطاقة اللي اتنقلت transfer the by force اللي اتنقلت عن طريق القوة that's you the mostable اللي أنا احتاجتها عشان أحرك الكورة إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية شرح activity 12 record evidence like a scientist على أن ألقاكم على خير بإذن الله رب العالمين في آخر شرح لينا مراجعة للconcept بتاعنا concept 2 part 1 شير في الخير فاتدل على الخير كفاعله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته